سبع الخير أحبائي وعزائي وكل عام وأنتم بخير كل سنة وانتوا طيبين وربنا يجعل أيامكم كلها أيام وسعادة وفرح ومناسبة اليوم العظيم 21 نارس عيد الأسرة أو عيد الأم في عيد الأم أمهات مسيحيات احترقت قلوبهم بالحزن فمتى يتم انصفهم وعادة البسمة لهن الحقيقة نمازج مشرفة سيدة القرم والدة جيرجس بارومي والدة الطفل الشنودة أمهات أربع أطفال مني في هذا اليوم الذي نحتفل به بعيد الأم وتظهر قصص كفاح أمهات مثليات فكان لنا أن نعرض أو نعرض كقصص أمهات لم يتذكرهم أحد ولكنهم يستحقون التكريم لصبرهم وكفاحهم بل أيضاً هن نموذج حقيقي للكفاح نحو العدل والحق ورغم عدم إنصفهم ولكن استحقوا أن يكونوا نمازج لا تنسى لا تنسى لمعنى الأمومة والصبر والكفاح وهنا أعرض لكم أهم هذه النمازج الكريمة أولاً السيدة سعاد سابد سيدة القرم أربعة وسبعين سنة لا يمكن لأحد أبداً أن يتخيل ما تتحمله هذه السيدة المصرية الأصيلة التي أطلق عليها شامخة مثل الجباد فهي تعرضت لجريمة لا تختفر عندما أحرق منزلها وتم تعريتها كاملاً وصلت شوارع قريتها بالقرم مركز أبو كرقاس بالمينيا في أحداث مايو 2016 ووقفت بكل قوة تدافع عن حقها وحق أبناؤها وصمد تخلف ابنها الذي سجن لأقصر من ستة أشهر في اتهام بقضية إقامة علاقة غير شرعية لمحاولة المساومة بشأن حق منازل أقباط المسيحيين بالقرية وتم تعريت السيدة السعاد وظلت هذه السيدة منذ عام 2016 يناير من هذا العام صامدة خلف حقها حتى صدر حكم ببراءة المتهمين الذين قاموا بتعريتها وتأييد النقد للقرار بالبراءة فكانت تصرخ وتقول حقي عند ربنا ظلت هذه السيدة بمفردها تكافح لأجل حقها رغم هجرة أبناؤها للخروج بعد هذه الأحداث بعد أن أصبحت حياتهم صعب الاستمرار في ظل هذه الظروف التي تعرضوا إليها ليكتبوا على هذه السيدة أن تدفع سمن غالي لتعرضها لهذا الظلم فلذا طالب الجميع بتكريم هذه السيدة لتكون الأم المثالية ثانيا جيرجز بارومي والدة جيرجز بارومي هذه السيدة التي تحملت ما لا يستطيع أحد أن يتحمله ففي عام 2009 تعرضوا منزلها للحرق والتعجير من قريتها بمحافظة قنع بعد التعام ابنها جيرجز بارومي بانتهاج عرض طفلة في قضية ملفقة لا سيما أن ابنها مصاب بالعنة والكل اعترض بذلك ورغم ذلك احترق قلب الأم على ابنها الذي حكم عليه الذي أيضا نقول مرة أخرى الذي حكم عليه بخمستاشر عاما ولم يتمكن من استكمال حقه بالتقاد نتيجة صورة 25 يناير 2011 لتبدأ رحلة ألم في ظل غياب ابنها وإصابة زوجها بالشلل والذي توفق قبل عامين وكان أمل أن يرى ابنه جيرجز ظلت هذه السيدة التي هجرت من محافظتها من قنع إلى إحدى محافظات الوجه البحري تعيش بألم وقلبها يحترق حزنا على ابنها الذي تعلم إنه بريء وهي تناشد كل عام للإفراغ عن ابنها حتى تحتضن قبل وفاتها بعد وفات الأب بحسرته لعدم رؤية ابنها فكانت هذه السيدة نموذج يستحق التقريم والإحترام ثالثا السيدة أمال التي حرمت من الإنجاب رغم قيمها بها زي لعدة عمليات ولكنها فشلت فأنعم الله عليها بطفل وجد داخل الكنيسة بمنطقة الزوية الحمراء فسلمه كائن الكنيسة لها لتربيه ويصبح ابنا لها لتعيش أسعد أيام حياتها مع طفلها شنودة وزوجها فاروق لمدة أربع سنوات أسعد الأيام التي عشتها حتى جاء اليوم الأسود في حياتها قدم أحد الشاكين شكوى ضدهم بأن الطفل ليس ابنهم ونظرا لأن مصر تحرم التبني فتم التحقيق بالقضية حتى صدر قرار من النيابة العامة في فبراير 2022 بنزع الطفل وإداعه بأحد دار الإيواء وغير اسمه وديانته لتبدأ الأم رحلة كفاح تطرق كل الأبواب تذهب من حين لآخر واتقف أمام دار الإيواء لتصرخ على ابنها لم تقف سامتة لم تقف سامتة أبدا عن استعادة ابنها ذهبت كل الاتجاهات من أجل استعادة طفلها بالتبني حتى صدر حكم لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم الاختصاص بالقضية وهنا تواصل النيران في حرك قلبها حزنا وهي تصرخ من أجل طفلها وتصر على استكمال مشوارها في الدفاع عن ابنها لتستحق تعاطب الجميع وتضامن الملايين معها في أكبر قضية للرأي العام لتصحق وتستحق أن تكون نموذج للأم المثالية رابعا أماته لأربع أدخال بالمينيا الذي حكم عليهم خمسة سنواته بتهمة اصدراء الأديان لا يمكن لأي شخص أن ينسى أمهاته أربعة أطفال قرية الناصرية بالمينيا الذي يقبض عليهم بتهمة اصدراء الأديان نتيجة انتقاده تنظيمه داعش في فيديو لا يزيده عن ثواني قليل حيث قدت محكمة جنح أحداث بني مزاره وحبسة أربعة أطفال وأقباط مسيحيين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عاما من بني مزار بالمينيا لمدة خمسة سنواته مع النفاذ في القضية رقم 350 لسنة 2015 جنح بني مزاره في حين الكل والكثير قد أهان المسيح شخصه وأهان المسيحية ونحن نعلم الدكتور مبروك الذي قال المسيح والمريخ بلى المسيح بلى المريخ لتحترق قلوب الأمهات الأربعة وتتحول أيامهم إلى ألم وحزن وهنا يشهد مستقبل أطفال ينتهي بسبب أمر لم يرتكبه وتعيش الأمهات مأساة حقيقية لأيام طويلة حتى تم تقديم استعناف على الحكم وخلال هذه الفترة سافر الأطفال خارج مصر قبل حبسهم ليحكم على الأمهات لعيش طوال حياتهم دون رؤية أطفالهن ولكن كان هذا هو الاختيار الأصعب وهو أن يعيشوا خارج مصر أو أن يتم حبسهم وضياع مستقبلهم فحقا استحقت هذه الأمهات الأربعة المسيحيات كل الاحترام والتقدير كنموذج عانى الكثير من أجل أطفالهن ولنطلب الآن وأن نصلي أمام ربنا يسوع المسيح أن يجعل مصر دائما للخير والحب وأن يجعل المواطنة هي الأصل إن المسيحيين قد عانوا من قبل ومن بعد ومنذ بداية المسيحية حين عانى المسيح من اليهود وعانى المسيحيون من دقل ديانوس وعانى الكثير من المتهدين والذين أغلقت قلوبهم وكانت قلوبهم غليزة وحنجراتهم قبل المفتوح فلنطل من الله أن يحافظ على الطفل شنودة وأن يحافظ على مصر جميعها وأن يبعد عننا الغلاء والوباء وأن يحافظ على رئيسنا عبد الفتاح السيسي بصلاوات غبت القداسة البابة ودروس البابة المعظم الذين نشك له من أجل أنه حضر تكريم المرأة المصرية ولم يذكر هؤلاء السيدات ولم يذكر ابننا الطفل شنودة ولكن الله هو الذي يعلم لماذا لم يتدخل لأنها أمور قضائية وهو لا يريد أن يتدخل في هذه الأمور حتى لا يكون موقف المسيحية في موقف حرج كل الشكر وكل التقدير لكل المصريين القرماء لكل المصريين الوطنيين الذين يقفون بجانبهم فنطلب من الله أن يحفظنا وأن ننتهي بصلتنا بشفاعة جميع القديسين القديس العظيم ماري جيرجس وأمنا السيدة العزراء مريم ونطلب من الله أن نقول أبانا الذي في السموات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تاكل مشقتك كما في السماء كزالة الأرض خفزنا كففنا أعطينا اليوم واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضا مزيبين علينا ولا تدخلنا فيه تقريبة لك نجينا من الشرير بالمسيح يا سواء ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد آمين كل الشكر وكل التهدير أدعوكم للاشتراك بالقناة إن لو جدتم هذا الفيديو لائقا لكم شكرا لكم بسم الآب والابن والروح الكدس إله الواحد آمين مع قناتكم قناة الملك والأمير أشكر كل مشترك القناة اليوم أنا سعيد جدا جدا مشتركين كتير دخلوا القناة وتعليقات جميلة جدا جدا سواء إيجابية أو سلبية أو إي كانت بالإجاب أو بالسلب أو بالحب أو بالدعاء أو بالإهانة كل واحد ولي رأيه ولي دنيته وعشان كده النهاردة الثلاثة واحد وعشرين مارس بنقول لكل أم كل سنة وانت طيبة ويا رب دايما تكوني أم حاضنة وتكوني بالحب مدى العمر نتكلم عن هذا الطفل وكل المستحدثات اللي هنتكلم فيها وفي الأول أعذروني إن كنت إرايتي إراية فيها بعض الأخطاء في اللغة العربية سامحوني ولكن اليوم هنبتدي بنقرأ سنكسار اليوم وقناتنا قناة الملكة والأمير الملكة هي السيدة العزراء والأمير هو مالي جيرجي طب نقول إيه؟ نقول ضربة في الجن ولا نقول إيه؟ حقوق الإنسان النواب عن أزمة الطفل شنودة اتربى مع أهل وخل عليهم في بيئة مستقرة لماذا لا نسمح بروح القانون بعد شعور قصير بالفرحة عاد الحزن يسكن الأستاذ فاروق فوزي وزوجته أمال مخايل والدي الطفل شنودة بالتمني لكن هذه المرة مضاعفا وبذلك بعد حكم محكمة إدارية بعدم الإختصاص في قضية الطفل شنودة وهو حكم غير متوقعا أبدا حيث ظنا كما كسرين أن المحكمة ستحكم لصالحهم بعدما قررت حجز الحكم للدعوة لآخر الجنس وقال الدكتور أيمن أبو العلى وكيل حقوق إنسان النواب في تصرحات لبرنامج فنور تقديم الإعلامية يوستينا يوسف عبر قناة سي تي بي القطية الأرزوكسية لماذا لا نسمح بروح القانون حتى تتكفل أسرة بهذا الطفل وطرعاه لحين حل مشكلته لا فتن ما يهمنيش إن كان اسمه شنودة أو محمد أو جرجس أو براهيم أو أحمد اللي يهمني إن الطفل يتربى مع أهله اللي خد عليهم وعاش شريئة مستقرة ولازم يستمر بهذا الاستقرار وشغل قضية التفل شنود الرأي العام في مصر وفي الخارج وأغضبة الملايين حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيان اللذان قام بتربيته بعدما عصر عليه راضيعا داخل الكنيسة وإداعه في ملجأ واعتباره مسلم بالفطرة وماذا بعد كل هذه المبحثات كلام في كلام في كلام وقيل حقوق الإنسان يقول كلام ولكن إلى متى نظر في هذه الأزمة الحقيقية حقيقة أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم الإختصاص في قضية التفل شنودة ما جعل السيدة أماله مخايلة والدته بالتابني تنهار وتصرخ وتبكي بمرارة قائلة أنا عايز ابني وقال الدكتور أيمان أبو العلا في تصرحات لبرنامج السي تي في للإعلامية يستينا كما قلنا ما يئمناش ولا يئمن في هذا الموضوع هو الطفل غير أنه يئمن الطفل نفسه ونحن لا نتدخل في أحكام القضاء لا فتن لم يتم إصدار حكم قضاء في القضية حيث قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الإختصاص ما يعني أنه تم تأجيل القضية قضائيا وطالب أبو العلا بتسهيل إجراءات تبني الطفل لحين حل القضية أو الكفالة وشغلت قضية التفل شنودة الرأي العام في مصر وفي الغارج وأغضبت الملايين حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيين اللذان قام بتربيته بعدما عسر عليه رضيعا داخل الكنيسة وإداعه في ملجأ باعتباره مسلم بالفطرة حقيقة الأمر أصبح مضيق للغاية الأمر الذي أصبح قاتل جدا وأقول ماذا أقول كل الحزن أن هذا الطفل شنودة تحول اسمه إلى يوسف عبد الله هل هذا هو المطبول شخص يجدوه به داخل الكنيسة والده الطفل شنودة قام بتبهير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد قصته تشبه هذا القديس تعرض للسجن والتعزيم والإهانة تعيش أسرة الطفل شنودة بالتبني صدمة جديدة بعدما أصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم الإختصاص وربض الدعوة التي تطالب بعودته للأسرة التي تربى معها وقالت السيدة أمال مخايل للعربية مصر قام بتغيير اسمه من شنودة فاروق فوزي بولس إلى يوسف عبد الله محمد إطلاق اسم يوسف عليه لم يكن محدى سطرة أثق بذلك تماما حيث هو يشبه القديسة يوسف القديسة يوسف أعز ما لأيه إخوته رموه بالبئر وتسجن وتعذب وتهان وبالآخر طلح حاجة كويسة وما وثق إن شنودة هيطلح حاجة كويسة وشغلت هذه القضية تطفل شنودة الرأي العامة في مصر وفي الخارج وأغضبت الملايين حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيان الذين قام بتربيةه بعدما عسر عليه رضيعا داخل الكنيسة وإداعه في ملجأ واعتباره مسلم بالفترة نقربل بكل هذا الكلام نقربل بكل هذه المقاييس إلى أين وإلى متى يا أيها الفتا سوف ينقذك الرب لن يتركك لن يتركك هذا الشعب الشعب المظل دائما الذي يحب العدالة حقا 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 لن نترك الأمر أبدا لن نترك الأمر أبدا هينا لن نترك أبدا الأمر يكون بهذه الهزالة آمين وقضيتنا اليوم قضية الطفل شنودة وماذا قال الجعارة عن كفالة شنودة فيلم رضيء لتلتقط الأم الغريبة السور وتلمع عضواء الكاميرات رفضت الكاتبة صحر الجعارة ترحل بعد فكرة كفالة الطفل شنودة مؤكدا أنها تكرس من استلمته وتكرس من انتزعته من أبويه وقالت الجعارة عبر حساب على الرسمي على الفيسبوك الطفل شنودة ليس بحاجة لأسرة مسلمة تقفله بل أن هذا يجيد الأمر تعقيدا وأضافت الحقيقة أن الطفل شنودة يحتاج إلى من يضمه لا من يزور في بيت غريب لتلتقط الأم الغريبة السور وتلمع أضواء الكاميرات وأكدت أن من طرح كفالة شنودة يكرس أن أسلمته وانتزاعه من أبويه وليس العكس من عرضت أممتها البديلة تنحازه لوزارة التضامن الاهتماعي وعدم اختصاص القضاء ومنظومة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه واختتمت صحر الجعارة فقط هي من تكتب مشهد النهاية لفيلم الرديء شارك فيه المجتمع وبركته هي وآخرين باستخدال عذاب أم لتجميل الصورة الطفل شنودة مسيحي بكل المقاييس ليس هو الدين هو المكياس يا سيدتي بل الطفل التي كانت تعبيه أسرة كاملة حورس المصري تظل قضية الطفل شنودة وصمة عار على جبين كل مصري لديه زرة من الإنسانية واستنقر الكاتب والمفكر حورس المصري تعامل ظهرات التضامن الاجتماعي مع قضية الطفل شنودة مشيرا إلى أعداد أطفال الشوالع والمشردين والذين بلا مأوى أو أسرة دون تحرق الوزارة لإنقاذهم ورشر المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورة لسلاسة أطوال وبيلا مأوى وعلق قائلا قالوه يا سيادة وزيرة التضامن شايف الأطوال اللي في الصورة دول اللي بيأكلوا من الزبالة طيب أنت عارفة أن في زيوم مئات الألاف عايشين في الشوارع بالشكل ده صيف وش ده طيب عارفة أن في كتير منهم هيكون مشروع لمجرم خطير وتابع أنا عارب طبعا أنك شايفة شغلك تمام على أكمل وجه وده كان واضح جدا في قضية الطفل الشهودة ومتأكد أنك عارفة بالضبط عداد أطوال الشوارع المتشردين والذين بلا مأوى أو أسرة وعارف أنك مش هتتحرك لإنقاذ أي طفل منهم إلا إذا تم تبنيه من قبل أسرة المسيحية بصراحة نعم الوزيرة ونعم الهمة ونعم النشاط نعم الوزيرة ونعم الهمة ونعم النشاط ونعم الإخلاص للعمل مجهود تحسد عليه واغتتم وتزل قضية الطفل الشنودة واصمة عارفة على جبين كل مصري لديه ظهارة من الإنسانية هذا ما قلناه لكم البابة ودروس يشارك في احتفالية عودة الطفل الشنودة أم تكريم المرأة المصرية ماذا بالصور بالصور شارك قداصة البابة ودروس بحفل تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات والذي أقيم اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة بحضور رخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة امتصار السيسي قرينة الرئيس الجمهورية وعدد المرموز الدولة كنا نتمنى أن تحتفلوا أن تحتفلوا يا سيادة الرئيس وقداسة البابا في عودة الطفل شنودة كما احتفلتم بالمرأة المصرية هذا الطفل بالأولى وهذه كانت بالأولى أن تكون السيدة أمال أن نحتفل بها كأم مثلية الكمس يونس أديب يزين وقر المطرانية بزينة رمضان ما أجملها هل هذا هو ما طلواته منها كنيسة كعادته كل عام قام الكمس يونس أديب راعة كنيسة الكسوليكية بالبحر الأحمر بتعليق فنوس رمضان وزينة رمضان أمام مقر المطرانية تزوننا حلول شهر رمضان لمشاركة شركاء الوطن من المسلمين فرحة بحلول شهر رمضان قال الكمس يونس أديب أن هذا شيء ليس بجديد وأنه يقوم بتعليق الفنوس والزينة ببقر الكنيسة كل سنة ويهنع جميع المواطنين والشعب المصري بحلول الشهر الكريم وشعب البحر الأحمر بشكل خاص ودع الله ببركة شهر رمضان أن يسود الرخاء والأمان والأمن على مصرنا الحبيبة وضع فاكيل مطرانية الأقباط الكسوليك بالبحر الأحمر بتصريحات لصحيفة البجر أن يتمنى من الله أن يتقبل سيام جميع أخوة من المسلمين ويعيد الاحتبال ويعيد الاحتبال والمناسبات بخير وقدم التعني على الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية والقياضات الشعبية والتنفيذية لمحافظة البحر الأحمر هذا ما قلناه لكم هذا ما نقلناه لكم ونتمنى كل الخير لكل المصريين ولكل الأحباء نعم إن مصر الحبيبة إن مصر الكريمة مصرنا التي نتمنى لها كل الخير نتمنى لها كل الحب كل الشكر والتقدير لكم ولا تنسوا اشترككم في القناة وقناة الملكة والأمين مع كل حب واعتزاز والسلام الرب يكون معكم